بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله فخامة رئيس بالفتاح السيسي إنه من دواعي سروري وشرف لأن أتواجد معكم في القاهرة وأن أناقش معكم تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة والعلاقات بين مصر والصومال شكراً سيدي الرئيس وأشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار والكرم الضيافة التي قدمت لي ولوفتي في هذا البلد أن بالطبع الصومال تعتبر مصر حليفاً تاريخياً ودولة شقيقة وصديقة ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة بين بلدين فخامة الرئيس أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أنني أكدت مكأجدداً على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين جيوسياسية والتي كذلك الفوضى في النظام العالمي أود أن أشكر السيد الرئيس السيسي على الدعم الفوري والذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إسيوبيا غير القانونية لتقويد السيادة وسلامة الأراضي السومالية وفقاً في الاتفاق الذي وقع في أول من يناير عشرين وعربعة وعشرين وهذا يأتي في الوقت الصعيب وكذلك يضمن أن الالتزام بالقانون الدولي وكذلك هذا نفس الدعم القوي والملزم الذي نطلق من جميع الشركاء الدوليين والإقليميين الذين أكدوا جمعاً الحاجة المطلقة لإسيوبيا لأن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم سلامة الأراضي السومالية وسيادتها البحر الأحمر هو جزء أساسي من التجارة العالمية والأمنة ويقدم فرصاً حالية ومستقبلية لجميع البلدان خاصة لدول الجوار التي تطل على البحر الأحمر وكذلك الخريق العربي السومالية لديها إمكانيات وفرص كبيرة بها ولن نسمح لهذه الأراضي أن تستول عليها دولة أخرى دون موافقة دون موافقة الدولة السومالية ذات السيادة بما في ذلك إسيوبيا أو أي بلد آخر وعلى رغم من ذلك مثل البلدان الأخرى المسؤولة عن بعض الأصول في البحر الأحمر فالسومال كذلك على استعداد لتيسير النمو التجارة العالمي وكذلك عمل ترتيبات محددة لكل البلدان هنا أود أن أؤكد مجدداً لشركائنا الدوليين أن الشراكة بين الصومال ومصر في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر في البلد ولكن لكي تثبتوا الاستقرار ورخى البلدان وبخاصة الأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر في الختام سيدي الرئيس أنه لشرف لأن أتواجد هنا في القاهرة معكم وأتطلع إلى تعزيز ودفع قدماً بنتائج مناقشتنا اليوم من أجل مستقبل مثمر لبلدين شكراً سيدي الرئيس